السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. اهلا وسهلا بكم في درس تثبيت موشن برو على افتر فكت ببساطة. احتاج بكم بعض التركيز البسيط لحتى نهاية الفيديو عشان تثبت مع بعض اضافة موشن برو على افتر فكت. اول حاجة عندي ثلاثة اشياء. فاول شي اندي برنامج افتر فكت. عندي موشن برو وعندي برنامج التثبيت الاضافات الخارجية. عشان نزل برنامج تثبيت اضافات الخارجية. اصل الان. اروح الان على جوجل. انسخ اسم الاضافة. جوجل بهذا الشكل. راح يظهر عندي الموقع الرسمي الخاص بالاضافة الخالية. لثبت اضافتها خارجية. قم بتنزيلها. انا اترك لكم مرابط التنزيل مباشر في الوصف للفيديو. تمام? عشان نزلها مع بعض. بعد ما تنزلونها تقوموا بتثبيتها مثلها مثل اي بلاقي مثل اي برنامج على اللابتوب الخاص فيكم وبجهازكم الخاص فيكم. افتح المجلد. اروح الان وقم بتثبيتها بهذا الشكل. تمام? مهم جدا انك تثبت هادا الاضافة عشان تشتغل البلاقينات كلها عندك. وقم بتثبيتها. الان بدأ يثبت هادا الاضافة. الخارجية اللي شغلتها ايش? تربط الاضافات والخارجية والبلاجنات الخارجية على جميع برامج او دوبي. طلب مني عادة تشغيل الكمبيوتر طبع راح اطفل افتر فكت طبعا شوف افتر فكت ما عندي اي اضافة حالية عليه. هذا ما في عندي اي اضافة. شوف اضغط عليه كليك يسار ما في اي اضافة. راح اطفل الكمبيوتر الان. ريستارت الكمبيوتر طفونه. عشان يشتغل معكم هذا البلاقينات. راح نحطه ريستارت. واجيكم بعد ما اطفي واشغل الجهاز. ونبدأ الخطوة الثانية هي تثبيت موشن برو. خلوكم معي. طيب اصدقاء الان بعد ما طفلت الكمبيوتر وشغلت من جديد الان انا الاقي الاضافة. مثبت عندي لو تروح على ابدأ تلاقي الاضافة موجودة ومضافة مؤخرا. لو قم بتشغيلها الان. ما راح لقى عليها اي بلاقي لانو الان ما بديت بال او بخطوة تثبيت موشن برو او اي بلاقي خارج ما عندي الان صفر تمام? واروح لانا لو موش برو افك الضغط عن موشن برو. والملف اللي تركتكم رابطه زي هذا الملفات الموجودة ما غيرت فيها اي شيء نفسها الموجودة في الرابط. نستخرج من الفات بالطريقة العادية. نستخرج الملفات فك الضغط عنها. بهذا الشكل نختار سطح المكتب عشان ما نضيع بعض. خلو الملف يجينا هنا. هذا هو نزل هنا. نجيبه هنا خليه. عشان نركز مع بعض بس. نرفعه مع بعض هنا. الان فك الضغط عن موشن برو. بعد ان ندخل على موشن برو نبدأ بخطوة تثبيت موشن برو بكل بساطة. انا نفتح المجلد. نفتح المجلد مجلد موشن برو. راح تطلهر عندي هذه ملفات. وانا اروح الان اروح على ملف اسمه زي اكس بانلس آآ ستوب. انزل هذا البلاجين او قم بتثبيتي بهذه الطريقة. لك يسار مرتين على هذا البلاجين اعطي اوكي. اعطي انستول بهذا الشكل. مهم جدا انك ثبت هذه الخطوة. بعد ما ثبت هذا الملف اللي اسمه زي اكس ستوب هذا الملف الاخير. تروح على الملف الثاني الواحد اثنين ثلاثة الملف الثالث هذا اسمه موشن برو. كليك يسار مرة. وطبعا لازم تكون ايش? نطفي الانترنت عنك كمبيوتر لك عشان نشتغل معك بشكل جيد. تمام? هنا يطلب منك بعد ما تضغط هنا يطلب منك ثبت لكل المستخدمين يعني كل البرامج اللي عندك البريمير او يعني كل البرامج اللي يشتغل عليها تتسكريبت او بلغة موشن برو اه ثبت عليه وشغلها على كل البرامج. انا اطلب منه كل الوزر كل المستخدمين. اعطي اوكي. تركز معي بنقطة هذي. هنا يطلب منك تضغط ايش? كنترل او. كنترل او من لوحة التحكم. كنترل او باللغة انجليزية كنترل او. ايش يسوي هذا? هذي يوديك على نفس المجلد انت فتحت هذا المجلد نفس واللي فتحت انه وفكت انه ضغط هذا النفس المجلد هذ تروح تختار موشن برو بهذا الشكل كبير كيسر مرتين او تختار او انا اختار كيسر مرتين. ايش يطلب منك الان? يقولك راح اثبت هذا البلغين على تعطي انستور. بشكل مباشر يبدأ الان بالتثبيت. تعطي نعم. بتثبيته للأفتر افكت. شوف مع بعض الان ظهر عندي موشن برو على افتر افكت. وان شغال على افتر افكت. طيب. الخطوة اللي بعدها لما نسويو. روح على برنامج افتر افكت. نفتح مع بعض. طبعا عندي اصدار 2000 اثنين وعشرين. اصدار 2021 ف ما في وقت يعمل عليه هذه الاضافة. واصدار 2019 بنفس الطريقة بنفس كل شي. واصدار 24 تفعل عليه هذه الاضافة. نفس الطريقة ونفس الخطوة. الان تروح على افتر افكت. نفتح مع بعض نشوف كيف راح نشغل الاضافة. بالبداية ما راح تشتغل معك لك لازم تسوي خطوة ثالثة عشان تشتغل معك. روح على اكستنشن. من اكستنشن راح تظهر عندك هذا الشكل. تمام? ولازم تكون مطفل الانترنايت بهذا الخطوة ضروري جدا. طيب الان هنا يطلب مني اني اجيب ملف التفعيل. ملف التفعيل بكل بساطة كيف راح اجيبه? طيب اضغط كليك يا سامرتي. اه هنا ظهرت عندي مشكلة. المشكلة ايش هي? المشكلة هنا يقول لك ادت اه بريفرنسز اه جنرال يقول لي هنا لازم تعطي الافتر فكت الصلاحية انه يثبت البلاغات الخارجية وهذا يتوقع كل مبتدئ في افتر فكت ما يعرف كيف يسويها. انا شرحت هذه الخطوات في فيديو عندي اهم خمس خطوات تشتغل عليهم قبل ما تبدأ اي مشروع في افتر فكت. لا اقول فيديو موجود في وصف الفيديو هذا. لكن راح اشرح لكم الطريقة. طريقة تفعيل هذا الخاصية روح على جنرال مثل ما هو شارح على جنرال من هنا. اقفل برو بهذا الشكل. بعدين اروح على ادت. من ادت اروح على قائمة بعدين اروح على جنرال. من جنرال اروح على خيار اسمه تمام? هذا خيار روح على خيار اول خيار هذا لازم تفعله عشان ايش يشتغل عندك اي على افتر فكت. اول بريمير من نفس الطريقة. تطلب منه تمام? اوكي. تمام الان انتهى من هذا الخطوة. نرجع على موشن برو نروح على اكستنشن. الان امورنا مضبوطة نقدر نثبت موشن برو بكل بساطة. اروح على موشن برو. الان اضغط هنا كليك يسار مرة واحدة. في هذا الشكل راح يطلب مني اجيب ملف التفعيل. ملف التفعيل نفسه موجود في موجود بنفس الملف اللي فكينا عندي الضغط هذا الاسمه موشن برو. ما اروح الى اول واحد ولا اخر واحد اروح الان على الملف الرابع. واحد اثنين ثلاثة اربع. هذا الملف هو ملف التفعيل. ركز معي هذا هو ملف التفعيل. الاسمه تاكو غرافيك اه ثري فور زيرو. هذا الاسمه شوفوا معي. اضغط اضغط كيك يسار مرة واحدة فقط بهذا الشكل. ما شاء الله. ضغط الزر واحدة اشتغل عندي الان ملف موشن برو بكل بساطة على افتر. وكل الملفات اللي انا شرحتها موجودة عندك الف الف قالب والف ملف تقدر تشتغل عليها على برنامج افتر فكي بكل بساطة. لاحظ معي كلها اشتغلت معك. تقدر تستخدمونها وطريقة شرحها وتثبيتها وطريقة استخدامها شرحتها في الفيديو السابق. راجعوا الفيديو السابق راح تلقون طريقة شرحها بكل بساطة وكيف تستخدمونها وكيف تعدلون على الالوان والملفات الموجودة داخل موشن برو. واذا عجبك الشرح وعجبك هذا البلاجين. لا تنسى تدعمنا باللايك والشير. ومشاركة هذا فيديو مع اصدقائك. والتعليق واي اضافة تحتاجها ذكرها في الكومنتات عشان انا زلك شرح تثبيتها او نزلك رابط تثبيتها. اي اضافة تحتاجها للبريمير او افتر فكي تنزل لي اسمها في الكومنتات وانا اقوم بالبحث عنها او اذا موجود عندي مباشر ابعط لك او نزل الفيديو كامل لشرح تثبيتها واضافتها للبريمير او افتر فكي تولي تابعني وفعل زر الجرس عشان ما تفتك اي حلقات. ومزيد اكثر ادخل لوصف الفيديو وتلاقي كثير من القروبات الخاصة في المونتاج الخاصة في التصوير الخاصة في الدكات الصناعي. ادخل عليها في التلقرام والفيسبوك. واشوفك ان شاء الله في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.